أكثر من 200 شهيد بغارات للتحارف الأمريكي على منبج بري في حلب تواصل اعتقال متهمين بالانقلاب في تركيا وإقالات تطال ألاف موظفي التربية والاستخبارات والشؤون الدينية نحن مستعدون أن يكون قاسب مشترك مع الجانب السعودي عبد السلام للميادين تسليم السلاح الثقيل يكون لحكومة يمنية وفقية ولا نمانع ترتيبات مع الرياض بخصوص الحدود وبعد عشرة أعوام على حرب تموز ليبرمن يقول أن الهدوء في الشمال لا يعكس الواقع الميدانية من الميادين أهلا بكم وفي ميادينها لليوم من الميدان السوري رضا الباشا من حلب ومحمد الخضر من دمشق ومن الميدان التركي محمود واثق من اسطنبول لمتابعة هذه التطورات مشاهدين ينضم إلينا في الستوديو الباحث العسكري سيد محمد دعباس أهلا وسهلا بك معنا أهلا بي إذن استشهد مئتا مدني بغارات للتحالف الأمريكي على منبج شمال سوريا غارات فرنسية استهدفت مناطق سكنية في قرية تخار شمال منبج وأدى القصف إلى إبادة عائلات بأكملها فيما لا يزال كثيرون تحت الأنقاد وعن هذه المجدرة من حلب ينضم إلينا مراسل الميادين رضا الباشا أهلا وسهلا بك معنا رضا إذا أمكن أن تعطينا المزيد من التفاصيل حول ما جرى رضا عولة عفوا لم أسمع السؤال كنت أود منك المزيد من التفاصيل حول المجدرة في منبج لو سمحت عولة لا بد أن نشير أولا بأن هذه المجزرة ليست هي المجزرة الأولى في مدينة منبج أو ريف مدينة منبج من قبل سواء قوات سوريا الديمقراطية أو الطيران التحالف طبعا طيران التحالف يلعب الدور الأكبر في المجازر التي تعرض لها مدينة منبج وقرى ورياف مدينة منبج خلال تقدم قوات سوريا الديمقراطية يوم البارحة كانت هناك مجزرة ولكن كانت أقل وطأة من مجزرة اليوم كانت عشرين شهيدا من أهالي والمدنيين في مدينة منبج نتيجة لقصف طيران التحالف الأميركي لأحد أحياء مدينة منبج ولكن الإعلام نتيجة طبيعة الحال التكتم الإعلامي من جهة وعدم تمكن وسائل الإعلام من الوصول إلى تلك المنطقة تغطي على الكثير من المجازر التي ترتكب في مدينة منبج مجزرة صباح هذا اليوم جاءت نتيجة تواصل لأهالي مدينة منبج مع الفعاليات الإعلامية والصحفيين المتواجدين في مناطق سيطرة الدولة السورية نقلوا صور للمجازر المروعة الجميع تحدث بأنها نتيجة لقصف طيران قيل بأنه فرنسي لقصف طيران فرنسي لهذه القرية الوقعة في الجهة الشمالية الشرقية لمدينة منبج الإحصائية الأولية تتحدث عن أكثر من 250 شهيد كما لاحظنا في الصور للأسف لم نتمكن من أن نحصل إلا على صور فوتوغرافية لم نتمكن من الحصول على صور فيديو لأن الأهالي في تلك المناطق يخشون الجهتين إما داعش لأنه سيحاسب من يصور الفيديو أو أن قوات سوريا الديمقراطية ستحاسب أيضا من يخرج هذه الصور لذلك يتم الاعتماد على صور فوتوغرافية تخرج من موبايلات وتلتقط عبر أجهزة الموبايلات وعبر أجهزة الخلية لتصل إلى وسائل التواصل الاجتماعي أو الجهات الصحفية التي يوصلها الأهالي في تلك المناطق ولكن يمكن التأكيد بأن عوائل بأكملها أبيدت في هذه المنطقة بشكل كامل في هذه القرية الواقعة في ريف منبج بالعودة إلى التوق على مدينة حلب اليوم ما الجديد على هذا الصعيد كان بالأمس هناك حتى وقت متأخر اشتباكات في منطقة بني زيد هناك أيضا حصار على الأحياء الشرقية ما الجديد على هذا خط التوق لكل هذه المناطق أولا دعينا نتحدث عن حصار الأحياء الشرقية لا بد أن نشير إلى نقطة هامة قبل بداية العمليات العسكرية أو حتى قبل أثناء بداية العملية التمهدية من أجل فتح العملية العسكرية باتجاه طريقة الكستلو أو حتى منطقة بني زيد كان الطيران الحاربي السوري بشكل يومي تقريبا يلقي منشورات يطلب فيها المدنيين بمغادرة الأحياء الشرقية لأنه سيعمل على محاصرة الجماعات المسلحة داخل الأحياء الشرقية لمدينة حلب لا بد أن نشير إلى هذه النقطة وهي منشورات كانت تقريبا بشكل شبه يومي على الأحياء الشرقية لمدينة حلب أما فيما يتعلق بالمعارك الجارية المعارك ما تزال مستمرة في هذه المنطقة تحديدا منطقة مزارع الملاح الكستيلو وصولا إلى حي بني زيد وضيف يوم البارحة الجيش السوري أضاف منطقة جديدة كنا نتحدث بأنها لربما ستدخل أيضا العملية العسكرية مخيم حندرات يوم البارحة فتح الجيش السوري العملية التمهيدية على ما يبدو باتجاه مخيم حندرات قصف مدفعي إضافة إلى قصف سلاح الطيران واستهداف الجامعات المسلحة بالصواريخ كان هناك غارات أيضا كان هناك غارات على الليرمون بالضبط على هناك غارات أيضا على بعامل الليرمون ولكن نتحدث عن الجديد في هذه الجبهة هو مخيم حندرات الذي تعرض إلى قصف عنيف من قبل الجيش السوري الإحصائيات التي تمكننا من جمعها من تلسقيات الجامعات المسلحة لقتل الجامعات المسلحة نتيجة لقصف الجيش السوري لمخيم حندرات ومنطقة بني زيد في الثلاثين ساعة الأخيرة وصلت حصائية قتل الجامعات المسلحة إلى ثمانية وأربعين قتيلة من مختلف الفصائل نور الدين زينكي استخدامها وغيرها من الفصائل هل من تقدم وسيطرة في مناطق معينة؟ ماذا عن الليرمون تحديدا الدوار؟ هناك بعض الأخبار تقول أنه في وصول للقوات الجيش السوري إلى دوار الليرمون تقريبا ليس فقط دوار الليرمون وبعد سيطرة الجيش السوري على مجموعة المعامل المطلة على دوار الليرمون بات على أرض الواقع يقف على الجهة الشرقية لدوار الليرمون وإنما أيضا الجيش السوري يعمل بعملية عسكرية قدم بطيء في معامل الليرمون من أجل الوصول أيضا إلى كراجات الليرمون المعروفة بأنها كانت منطلق لحفلات باتجاه الريف الشمالي وفعلا الجيش السوري تقدم في هذه المنطقة ولكن طبيعة معارك المدن لا تختلف عن طبيعة التقدم بالأرياف أو ربما في محيط القرى في هذه المناطق الصناعية يعتمد الجيش السوري على سياسة القدم البطيء إضافة إلى صد هجمات الجماعات المسلحة التي تسعى من أجل كسر الحصار والخروج من حصارها ومن خروج من طوق الجيش السوري ولعل هذه المحاولات لا تقتصر فقط على الجهة الشمالية لمدينة حلب أو الشمالية الغربية لمدينة حلب عند الكستلو ومزرع الملاح وغيرها وإنما الجماعات المسلحة الجميع يذكر المحاولة من أجل الدخول إلى مدينة حلب قبل أسبوع من الآن تقريبا أيضا هناك محاولات من أجل التجمع بالمدخل الجنوبي لمدينة حلب ولكن الجيش السوري قبل قليل كان يقصف تجمعات الجماعات المسلحة عندها العامرية ومنطقة صلاح الدين في شهدت أربعة غارات جوية وهي المنطقة التي يمكن أن تكون هدف للجماعات المسلحة إذا ما رادت أيضا أن تكسر الطوق عنها في داخل الحياة الشرقية شكرا لك زمير رضا الباشا مراسل الميدين كنت معنا من حلب البحث العسكري محمد عباس نجدد الترحيب بك نود أن نشرح عسكريا ما يجري اليوم في جبهات حلب المجدرة اليوم في منبج وهي طبعا ليست المجدرة الأولى لو سمحت على الخريطة بداية موضوع الغارات التحالف الدولي هذا يؤكد مرة أخرى أن غارات التحالف الدولي لا نقول أنها غير دقيقة نقول أنها غير جدية وما أنها غير جدية لا يهتم المشاركون فيها بجمع المعلومات الاستخبارية الكافية ويتعاملون مع المواطنين مع الناس كأهداف وخسائر جانبية كما دائما تقول القيادة الأمريكية أيضا ليست الغارات غارات موسمية يعني فرنسا كل ما تحصل عند مشجرة أو تقوم المنظمات الإرهابية بعملية في فرنسا تتذكر أن داعش تنظيم إرهابي ثم ترسل طائراتها أين العمليات لا يمكن أن تكون موسمية يجب أن تكون يومية جمع المعلومات مستمر وهذا يؤكد عدم جدية التحالف الدولي بمحاربة الإرهاب يعني هم يصعدون الحملات فترة لكن قصف مدنيين يكون بقصف مدنيين يعني هذا دليل عدم جدية وهم رفضوا التنصيق لا مع الدولة السورية مع الطرف الروسي لأن الغارات الروسية هذا يضحط كل الإدعاءات الغربية وتحديدا الأمريكية بموضوع الخسائر المدنيين من خلال الغارات السورية والروسية ولا مرة رغم أن الإعلام متحامل على الجانب السوري ولا مرة حكي الإعلام عن 300 شهيد يعني هناك خسائر في المدنيين دائما في الحرب يقع خسائر ولكن هذه المشجرة يعني ترينا إلى أي مدى يتم الاستهتار بحياة المدنيين وبعدم جدية محاربة الإرهاب فرنسا تغيب عن السماء أشهر ثم تعود بعد كل عملية معينة لترسل طائرتين أو ثلاث طائرات والمهزل الأكبر أنه منذ يومين سمعنا أن أستراليا أرسلت طائرة حربية للمشاركة في العمليات لكن من الأنجاز يعني وعمليات التقدم مع القصف للتحالف الدولي عمليات التقدم لقوات سوريا الديمقراطية عمليات تقدم بطيئة للغاية لم تنجز خلال شهرين ما أنجزته القوات العراقية في الفلوجة أو ما أنجزته القوات السورية في ريف حلب الشمالي وفي ريف اللاطقية خلال شهرين حصل تقدم كبير من خلال المساعدة الروسية ما الأسباب برأيك؟ واليوم يأتي هذا بظل الحديث عن توافق روسي أمريكي لإتفاق على حل الأزمة ما الأسباب برأيك؟ عمليات القصف مثل ما ألتها عمليات القصف مثل ما ألتها عمليات موسمية يعني نشوف أنه في مرات تهدأ عمليات القصف الجوي الأمريكي لأنه عندما يتقدم الأكراد بسرعة قد يكون بالمخطط الأمريكي أن التقدم يجب أن يكون أبطأ يعني أنه قد لا يريد الأمريكيون الحسم السريع في منبج لإعتبارات خاصة بمصالحهم وبالعلاقات مع تركيا وبالحلفاء يعني هم لا يريدون إنهاء داعش اليوم قد يكون هذا مخططهم لذلك أنا في تقديري هذا التباطء في العمليات يعني نحن نتحدث عن منبج والتحالف الدولي أكثر من أربعين دولة تشارك في الغارات الجوية نظريا وهذا لم يستطع التقدم في منبج مقابل هذا التباطء في تقدم للجيش السوري في توقع على الأحياء الشرقية في حلب حدثنا أكثر أيضا عن خريطة في منبج يعني التطورات الأساسية أنه عندما أعتقد البعض أن منبج ستسقط قلنا في حلقات سابقة أن منبج بعيدة المنال عن السقوط خلال الفترات القريبة يعني والتقدم محفوف بالمخاطر قوات سوريا الديمقراطية عاجزة عن الحسم نلاحظ هنا هذه الأسهم الحمراء داعش هي خلال الأيام الماضية لتجوم من ثلاث جهات من الشمال من جهة نهر الساجور باتجاه منبج ومن الغرب من أم الصفا باتجاه منبج ومن الجنوب من القرع الكبير وأم عدسي باتجاه منبج وأنا أعتقد هذه العمليات أجبرت القوات التحالف علشان غارات جوية دون تحديد الأهداف بدقة لمنع تقدم داعش وفك الطوق عن منبج لأن هجمات داعش كانت تهدف إلى فق الطوق لذلك جاءت هذه الغارات العنفة ولحقت الخسائر بالمدنيين أما في ريف حلب الشمالي أو في حلب هذا ريف حلب طبعا العمليات العمليات الجيش العربي السوري وصلت إلى مزارع الملاح وإلى قرب يعني إلى غرب السادكوب في معامل الليرامون وأصبحت قريبة جدا هنا أصبحت قريبة جدا من دوار الليرامون يعني طبعا هي عمليا أصبحت عند دوار الليرامون هذا ما هي يعني استراتيجيا يعني أن الطريق أصبحت كانت مقطوعة بالنار وأصبحت الطريق مقطوعة بالفعل بين خلال التواجد الميداني للجيش العربي السوري على طريق الكستيلو وعلى دوار الليرامون شو أملوا أي مناطق عندما يصبحوا يعني أصبحت الأحياء الشرقية محاصرة تماما نحن قلنا سابقا أنه قطع الطريق بالنار لا يعني الحصار الكامل يعني حصار بنسبة 80-90% ولكن تبقى إمكانية إدخال المساعدات ليلا طالما أن الطريق مضروبة بالنار ولكن قد نستطيع بهذه الطريقة نستطيع أن نقول أنه لا يمكن دخول المساعدات أصبح عمليا شبه مقطوع بشكل شبه كامل لذلك نرى هذه اللاجمات المستميتة للمسلحين خاصة النصرة وجيش الفتح لمحاولة يعني كسر الطوق وتأخير تقدم الجيش العربي السوري الهجوم الأخير كان باتجاه الجرف الصغري باتجاه المزارع هنا وباتجاه الجرف الصغري تم صد الهجوم أيضا كان هناك هجمات من جهة الشرق هناك حاليا اشتباكات في فانيزا نعم حاليا اليوم توسعت الاشتباكات أيضا مخيم حندرات حندرات المبينة هي مع الجيش العربي السوري نلاحظ أن الجيش العرب السوري حاليا بدأ قصفا عنيفا وتمهديا لمخيم حندرات كيف ممكن الحفاظ على التوق في ظل هذه الاجتباكات ما زال هناك توترة التوق الذي اليوم فرض على بعض المناطق كيف يمكن الحفاظ عليه الحفاظ عليه لاحظي تواجد الجيش العربي السوري هنا المضلل بالبنة هذه المنطقة المضللة بالبنة هي منطقة سيطرة الجيش العربي السوري وأيضا هنا منطقة الأكراد يعني أصبحت مثل ما قلت كل طريق الكستولو من هنا أصبحت بين نارين نار من الشمال ونار القوات وحدات الحماية الشعب الكردي الموجودة في الشاق مقصود لذلك أصبح الطريق من هنا مقطوعا أيضا الطريق من دوار ليرمون حكما أصبح بحكم المقطوع يعني المساعدات التي كانت تأتي إلى حلب الشرقية كانت تأتي إما من الشمال من حريتان وعندان أو من الغرب من ريف حلب الغربي ووصولا إلى ريف إدلب الشمالي يعني من تركيا ريف حلب الغربي باتجاه هنا طريق الكستولو ووصولا إلى أحياء حلب الشرقية بني زيد وباقي الأحياء حاليا هذه الأحياء أصبحت مطوقة بشكل شبه كامل وهذا الطوق يمكن الحفاظ عليه من خلال وضع القدم على طريق الكستولو وأنا في تقديري الجيش العربي السوري من الشمال اللاحظة هون أصبح قريبا جدا من الطريق بالليرمون هو على دوار يعني أصبح مشرفا على دوار ليرمون وقريبا جدا مئات الأمطار يعني لم يعد بعيدا عن دوار ليرمون أصبح الطريق غير سيلك أيضا عندما يسقط مخيم حندرات تصبح هذه البقعة المضللة بالأخضر التي يسيطر عليها المسلحون هنا شرق حلب يعني قابل للسقوط حاليا مخيم حندرات هو النقطة الأقدر والأقوى في هذه المنطقة نتابع وإياك سيادة العميد والمشاهدين هذه التقارير وأعود إليك في السويداء أعلنت الفصائل وجماعة من اللجان الشعبية توحدها تحت قيادة الدفاع الوطني هذه المبادرة بحسب الفصائل جاءت بعد عدة محاولات للعب على تركيبة المجتمع المحلي تحت قيادة الدفاع الوطني وإنشاء غرفة عمليات موحدة أعلن خمسون فصيلا وجماعة لجان الشعبية في السويداء توحدها خلال اجتماع عقد في مقر قيادة الدفاع الوطني بحضور قادة الفصائل جاء الأعلان نحن مجموعات فصائل الجبل اتفقنا على توحيد الصف بالمؤازرة للدفاع الوطني الوقوف خلف الجيش العربي السوري لحماية سوريا وحماية الجبل خطوة الأعلان هذه شرعت الأبواب أمام خطوات أخرى عمليات التأهيل والتدريب وتنظيم الانتشار على ساحة المحافظة وفي جبهات القتال باتت معالمها تلوح في الأفق استجابوا لهذه المبادرة لتنظيم جهود بغرفة عمليات وحدي وغرف قتالي وحدي تحت مسمى فصائل الجبل مباركة مشيخة العقل في المحافظة ساهمت في توحيد جهود تلك الفصائل الحفاظ على السلم الأهلي والأمن والاستقرار تصدر أولى صفحات هذه المبادرة مبادرة قد تساهم في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها المحافظة من المجموعات المسلحة المنتشرة في أريافها الشرقية ومن دمشق ينضم إلينا مراسل الميدين محمد الخضر محمد أهلا وسهلا بك معنا أيضا ودعا نعرف منك تطورات الجبهة الجنوبية وريف دمشق لو سمحت نعم على في الواقع المعلم الأهم هو اليوم غارات جوية كانت تستهدف المسلحين في بصرة الشام هو اليوم الثالث الذي يقوم بها الطيران الحربي بمهاجمة المسلحين على ذلك المحور لن ننسى هنا أنه كان هناك دعوات من هذه المجموعات المسلحة من فصائل الجبهة الجنوبية قبل حوالي ثلاثة أيام بالضبط لمهاجمة حواجز للجيش السوري باتجاه المنطقة الشرقية لدرعا ووصولا إلى حتى حواجز برد ومجيمر وهي بلدات تقع في الحدود الإدارية للسويدة اليوم الطيران أغار على تجمعات المسلحين في تلك المنطقة كان هناك أهداف أيضا تحدثت عنها مصادر ميدانية في منطقة الزيدي بشكل أساسي جرست أهدافها بشكل واضح وعلى ما يبدو كان هناك تأكد من إصابة تلك الأهداف بشكل مباشر ربما اليوم كان هناك في محور آخر في غوط الدمشق الشرقية كان هناك عمليات عسكرية لطيران الحربي السوري استهدافت المسلحين في مساحات واسعة في محيط دومة وبيت سوا وحوش نصري وحوش الفارة وحتى في منطقة حرستة الجانب الآخر الذي يمكن الحديث عنه هو يعني عودة استهداف ضاحية الأسد بحرستة بقذائف الهاون كان هناك تسجيل شهيد وسبعة إصابات على الأقل هذه القذائف جاءت على ما يبدو بشكل أساسي من مدينة حرستة ومن محيط دومة هذه المناطق هي واقعة أساسا تحت سيطرة جيش الإسلام ومجموعات أخرى مثلا فيلق الرحمن وحتى جبهة النصرة الاستهداف كان بعد انقطاع طويل ربما مرة أشهر لم تستهدف هذه القذائف منطقة أو ضاحية لسد بحرستة هذه الضاحية التي تتاخن تماما المدخل الشمالي لدمشق هذا المدخل يعتبر مقطوعا منذ فترة طويلة بسبب عمليات عسكرية يقوم أو تقوم بها وحدات من الجيش السوري لمحاولة استعادة الأمان الكامل على هذا المعور وهو يشكل مدخل أساسي في الواقع لدمشق باتجاه المحافظات الوسطى والمحافظات الساحلية شكرا لك زميل محمد الخضر مراسل الميادين كنت معنا من دمشق أعود إليك سيادة العميد للحديث عن المعلومات التي وفن بها مراسلنا محمد الخضر مراسل الميادين طبعا في دمشق وشرحه أيضا عسكريا على الخريطة هناك مساعي أو مسعى لتحريك هذه الجبهة الجنوبية وقاسف على مناطق كثيرة منها بصرى الشام وأحرصة طبعا على المسلحين العمليات في الجنوب منذ بداية الأزمة السورية يعني كل العمليات التي كانت تنطلق منها الجنوب ولم تحقق أي نجاح يذكر يعني كل العمليات حتى التي كانت تستهدف دمشق كل فترة فترة يعاد لتحريك هذه الجبهة بهدف إشغال الجيش العربي السوري عمليا ليس هناك تغييرات جترية في هذه المنطقة يعني هذه العمليات لا تختلف عن سابقاتها وهناك دائما الصراع في درعة في الجنوب بين لواء شهداء اليارموك وحركة المتنى من جهة ونصر من جهة هل ممكن أن أعرف عن حساسية هذه المنطقة وستراتيجيتها؟ لماذا السعيد دائما لتحريكها؟ لأنه هي الأقرب إلى دمشق يعني البوابة الجنوبية هي الأقرب إلى دمشق وهي عملية إشغال الجيش العربي السوري على مساحة الجغرافية السورية يعني عمليا لا يريدون إراحة الجيش العربي السوري لأنه إذا هذه المنطقة ارتاحت يستطيع الجيش العرب السوري نقل قوات من هذه المنطقة لمؤذرة مناطق أخرى لذلك هم يفتحون الجبه على كل الجبه على كل مسرح العمليات على الأرض السورية خاصة اليوم الخبر المهم عن موضوع السويداء لأن موضوع السويداء والجبه كان في مرحلة عند العملية الأخيرة عام 2014 أو 2015 بنهاية 2014 بداية 2015 أصبحت السويداء مهددين نتيجة التناقضات الدخلية بين أهالي الجبال والبعض يريد اليوم تشكيل غرفة عمليات موحدة تفرح تنعكس اليوم على هذه المنطقة لأنه كان هناك عمليا من ضمن العائلات في الجبل من يرفض الانتحاق بالخدمة العسكرية ثم حصلت تسوية أنه من لا يريد الخدمة في تلبية الخدمة في الجيش العرب السوري يمكن أن ينضم إلى الدفاع الشعبي طبعا إنشاء هذه الأغرفة العمليات الموحدة تزيل الخلافات التي كانت قائمة في السويداء وتعزز من واقع السويداء ومنطقتها في مواجهة الإرهاب لاحظة على الخريطة هنا المنطقة المضللة بالخضراء هنا شرق درعة كل هذا الريف الشرقي لدرعة هو عمليا بيد الإرهابيين نصرة وبعضهم نصرة وبعض بقايا الجيش الحر وهم يشنون عمليات بالتجاه الشرق بالتجاه السويداء عملية إنشاء غرفي موحدة في السويداء والتزام كل الشباب بالإنقراط في الدفاع الشعبي أو في الجيش العربي السوري يساهم في الحفاظ على هذه المنطقة عمليا المخاطر الكبيرة التي كانت تحق بالسويداء سابقا زالت لا تعود موجودة وإنشاء هذه الغرفة وموافقة كل الشباب على الإنقراض إما بالدفاع الشعبي إما بالجيش العربي السوري وعزز من وضع هذه المنطقة ميدانية نتابع وإياك سيدة العميد الأخبار وأعود إليك أعلنت وزارة الخارجية المصرية وصول الجزء الثاني من قافلة المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري بالتعاون مع وزارة الخارجية السورية والهلال الأحمر السوري المساعدات وصلت إلى خمس محافظات سورية وقد أشار القائم بأعمال السفير المصري في سوريا إلى أن التوزيع الجغرافية للمساعدات يعكس حرص القاهرة على تقديم المساعدات إلى جميع المناطق في سوريا أكد الجيش التركي في بيان له أنه تلقى معلومات استخبارية عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة الماضي بشأن الإعداد لمحاولة الأنقلاب وأضف أنه تم تحذير وجهات أساسية في الدولة وأصدرت الأوامر بالاستعداد لمواجهة ما يجري وأكد البيان أن معظم الجنود لا علاقة لهم بالانقلاب الفاشل موضحا أن القوات المسلحة أصبحت تسيطر على كامل أراضي البلاد أقالت وزارة التربية التركية 15 ألف موظف على خلفية محاولة الانقلاب كما جمدت وزارة التعليم العالي عمل أكثر من 1500 مسؤول جامعي جاء ذلك فيما تستمر حملة الاعتقالات والإقالات العسكرية وشملت أهم أبرز المساعدين العسكريين للرئيس رجل طيب أردوغان وعصرات من رجال الاستخبارات كذلك أقل نحو 500 موظف في شؤون الدينية و250 في رئاسة الوزراء فيما يستمر عرض عسكريين على المحكمة في إسطنبول تداعيات المحاولة الانقلابية في تركيا تتوالى استمرار حملة الاعتقالات بحق من تعتبرهم أنقرة على صلة بأحداث الخامس عشر من تموز يوليو واستدعوات لإعادة عقوبة الإعدام يقودها الرئيس رجل طيب أردوغان الذي أكد أن بلاده ستمضي قدما في إعادة هذه العقوبة حتى وإن كلفها الأمر الخروج من معاهدة الإشبوان الأوروبية التي تمنع هذه العقوبة في بلد حيث يقتل فيه شبابنا بالدبابات والقنابل إذا ذقينا صامتين كسياسيين فسنتحمل المسؤولية فقط في دول الاتحاد الأوروبي ليس هدى كعقوبة الإعدام ونحن ندرك أننا وقعنا معاهدة تمنع هذه العقوبة وأقول مثل ما وقعنا يمكننا الانسحاب من المعاهدة بدوره أكد رئيس الحكومة بن علي الدريم أن المتهمين بالضلوع في المحاولة الإنقلابية سيحالون على القضاء لمحاكمتهم بعض أحزاب المعارضة أئلت توجهات إردوغان وأعلن زعيم الحركة القومية دولة بهتشلي أن حزبه سيؤيد العودة إلى أحكام الإعدام إذا طلب حزب العادلة والتنمية ذلك من البرلمان مشيرا إلى أن حزبه حذر مرارا وتكرارا من أن منظمة فتحالا جولان الذي وصفها بالإرهابية كانت تخطط الانقلاب السلطة التركية تبدو حازمة في الاقتصاص من منفذين انقلاب وتعد بإجراءات استثنائية فضلا عن إعدادها طلب استرداد الداعية جولان من واشنطن وفي سياق آخر أكد إردوغان مضيه بتنفيذ مخططات الحكومة في منطقة تقسيم باستنبول التي كانت أثارت موجة من الاحتجاجات قبل ثلاث سنوات وأشار إلى أن محاولة الانقلاب الفاشلة لن تمنع عددا من مشروعات البناء وعن كل جديد من اسطنبول يوفينا من هناك مراسل الميدين محمود واثق أهلا وسهلا بك معنا محمود في الميدانية كل جديد معك طبعا على صعيد المحاكمات الإقالات المداهمات وغيرها من كل جديد في تركيا تفضل نعم بداية تأكد أن هناك انفجار كبير هز مدينة أنقرة في تركيا هذا الانفجار قبل لحظات فقد وقع في المدينة حسخة بشهود أعيان عمدة الدخان تتساعد من مكان الانفجار الكبير لا نعلم حتى الآن تفاصيل هذا الانفجار ومن المستهدف حتى الآن لكن أنقرة منذ المحاولة الفاشلة تشهد توترات أمنية خاصة أن هناك قواعد عسكرية حسب السلطات التركية بأن هذه القواعد كانت تشكل مركز قيادة للمجموعة الانقلابية التي حاولت مساء الجمعة قلب النظام في تركيا ميدانيا أيضا فيما يتعلق بموجة الاعتقالات والإقالات في الصفوف الجيش والمؤسسات المدنية الأخرى بدأت الآن الموجة تطال المؤسسات الخدمية والمؤسسات التعليمية هناك أكثر من 21 ألف مدرس ومسؤولين في وزارة التعليم العالي تم إقالتهم اليوم وكذلك أكثر من 15 ألف موظف من عمداء الكليات في تركيا تم إقالتهم هذه الموجة هي جديدة تطال المؤسسات التعليمية السلطات التركية كانت تتحدث من أنها ستقوم بتطهير جميع المؤسسات الدولة من منتسبي منظمة حزب منظمة فتح الله قولان وهذه العملية لن تتوقف إلا بتطهيرها من عناصر الطابئة لهذه المنظمة التي يعتبرونها منظمة إرهابية وتم تقديم الطلب رسميا إلى الولايات المتحدة الأمريكية حسب وزارة العدل التركي بتسليم المعارز التركي فتح الله قولان ما الجديد على صعيد الشارع في تركيا لو سمحت محمود؟ أيضا مواقف إذا أمكن مواقف مثلا حتى للمعارضة اليوم كانت هناك اجتماعات هامة بين رئيس الحكومة التركية بن علي يلدن وبين زعماء المعارزة السياسية زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارز وزعيم حزب الحركة القومية ما ترشع عن هذه الاجتماعات أن جميع المعارضة متفق على تنديد هذه المحاولة الفاشلة وعدم العودة إليها ومحاكمة من تورطوا في هذه العملية محاكمة عادلة في المحاكم التركية حتى بعضهم ذهب أبعد من ذلك زعيم حزب الحركة القومية أعلن بأن الحزب سيؤيد خطة الحزب العدالة والتنمية في حال إعادة العمل بعقوبة الإعدام بحق مرتكبي هذه العملية لكن زعيم حزب الشعب الجمهوري كان يتحفز على قضية تفعيل أحكام الإعدام وقال أن هذا الموضوع يجب أن يمر عبر البرلمان إذن المعارضة متفقة وتساند الحكومة في هذا الجانب شكرا لك محمود واثق مراسل الميادين كنت معنا من إسطنبول البحث العسكري محمد عباس أعود إليك هل هذا طبيعي أن تكون الإقالات في البنية التحتية لكل المجتمع مؤسسة دينية تعليمية القضاء وغيرها من المجالات هل هذا طبيعي بعد أي انقلاب عسكرية؟ طبعا وجاء الانقلاب كفرصة مميزة أو ممتازة لأردوغان لتطهير مؤسسات الدولة كلها وليس فقط المؤسسات والإدارات المعنية بالشأنين الأمني والعسكري لذلك رأينا أن التطهير طال إدارات خدمية كما ذكر مراسلكم محمود واطي اقترد الموضوع الأساتذة سواء الأساتذة في المراحل الابتدائية والمتوسطة أو الأساتذة الجامعيين أي تأثير لهؤلاء؟ طبعا هو يريد تغيير الثقافة يعني هو يريد أسلمة الدولة لأن هذه الدولة العلمانية لا زال العلمانيون يشكلون جزء كبير من المجتمع التركي وهؤلاء أيضا نعرف نحن كل هؤلاء يعني يوجهون الناشئة على المناهج العلمانية هو يريد أسلمة الدولة لذلك يريد تغييرهم بإسلاميين كما أنه يعني جعل كل الموجودين في الأجهزة الأمنية على المستوى القيادي في الأجهزة الأمنية أو في الشرطة أو في الجيش هم من الموالين له ولكن لم ينزل إلى المستوى الأدنى لم يستطع النزول إلى المستوى الأدنى ولكن في بقية الإدارات هو يريد تغيير هوية المجتمع التركي من مجتمع علماني مجتمع علماني حتى هو لم يتجرأ يوم من الأيام أن يقول أننا نريد أسلمة الدولة هو كان تحت عنوان حرية المجتمع وحرية الرأي وحرية العقيدة كان يطالب أن لا يقهره العلمانيون ولكن هو اليوم يريد قهر الآخرين وأتته الفرصة لتحويل الدولة إلى دولة اعتقال المساعد العسكري لرجل طيب أردوغان طبعا هو المجتمع العسكري هذا هو معتقل متهم وليس بالضرورة أن يكون مشاركا هو اعتقل عمليا كل القيادات الكبرى قائل الجيش الثاني وقائل الجيش الثالث وقائل القوات الجوية السابق ليس كما يقال أنه مجموعة ضباط صغار لأنه نحن من ضمن الاعتقالات أحد الصحفيين الأتراك كتب أن المعتقلين 103 جنرالات من أصل 300 جنرال عمليا تلت تقريبا معتقل عمليا موضوع التسريح والاعتقالات 6000 عسكري بين شرطي وجندي معتقلين طيب هذا الرأم عمليا ولا يستطيع أن يضع كل الناس في الحبس في السجون من سيحل مكانهم هل بالاتجاه إلى صورة الأسلمة التي كنت تتحدث عنها من سيعبي فراغ هؤلاء هو طبعا أجهزته اعتلمت كل الأشخاص المعارضين له هل هو يعلق على شماعة جولن كل المعارضين سواء كانوا مع جولن أو لا عمليا كل العلمانيين كل المعارضين له حتى لو إسلاميين يعني من جماعة عبد جولن هل أصبح هو الشماعة التي تعلق عليها كل من يريد أن يتهمه أردوغان بالانقلاب وبالمعارضة نعم كلمتان لرئيس الحكومة التركية رئيس الوزراء بن علي يلدرم اليوم أكثر من تصريح طبعا أهم ما جاء في هذا الكلام أنه الاتجاه لتخفيف الأعداء لتركيا طبعا في الداخل والخارج إذا ما أردنا التحليل العسكري لكلام يلدرم وكيف سينعكس بالتالي مثلا سواء في العراق أم في سوريا ما هو لا يستطيع فتح الجبهات يعني هي عمليا الجبهة مع الغرب فتحت لأنه بموضوع تصفية خصومه بالداخل طبعا الغرب لن يوافق على ذلك ولاحظنا شؤالة تاعت الاتحاد الأوروبي أو المستشارة الإلمانية أو الرئيس الأمريكي أنه عمليا يجب أن يلتزم بالقوانين بموضوع المحاكمات أن تكون المحاكمات عادلة وهو مستقوم من ضمن الاعتقالات التي تجري على قدم وساق وهو يستهدف فيها كل المعارضة عمليا حتى نواب الحزب الشعوب الديمقراطية يعني المعارضة لم تشارك في الانقلاب لي أول من أجهدت على كل حال هذا الانقلاب في أولى ساعاته هو حاليا يستهدفهم تحت عنوان التنصيق مع الانقلابين أو التنصيق مع غولين قلتلك هو يعلق على موضوع غولين كل المشاكل ولكن تقارب اليوم ربما هل سيعطي أذان صاغية للمعارضة في هذا الموضوع وبالتالي معروف الاختلاف بوجهات النظر بين المعارضة والسلطة في تركيا حول ما يتعلق بموضوع سوريا تحديدا والتسليح الاستدارة بدأت قبل الانقلاب وقد يكون الانقلاب هنا علامة طبعا لم تتوضح الظروف والمعطيات كلها حول الانقلاب والذي بقوله بيعرف شو سبب الانقلاب هناك عدة أسباب يعني الاستياء الداخلي كان يسمح بهذا الانقلاب ولكن عمليا الاستدارة بدأت قبل الانقلاب وقد يكون الانقلاب هو اعتراض على الاستدارة التي ذهب عليها أردوغان ولا توافق عليها بعض الدول الإقليمية ولا القوى الدولية لذلك بموضوع الاستدارة سيستمر في استدارتي أنا في تقديري لأنه لا يمكن فتح جبهات على أكثر من جبهة يعني لا يمكن فتح جبهة مع الغرب وهي حالية متوترة ولا يمكن أن يفتح جبهة وهو فتح جبهة الداخل طيب إذن هو يريد أيضا جبهة هادئة نسبيا لذلك ستكون الاستدارة باتجاه الجوار الأقليمي الجوار الأقليمي هي إيران والعراق وسوريا وروسيا لذلك نرى أن هذه الاستدارة التي تم الحديث عنها قبل الانقلاب ستتعزز بعد الانقلاب سيادة العميد محمد عباس طبعا أعود إليك مع باقي الملفات مشاهدين أفاصل قصير ونعود بعده لمتابعة الميدانية من جديد أهلا بكم قال رئيس وفد أنصار الله محمد عبد السلام في مقابلة مع الميدين أن تسليم السلاح الثقيل بعد التوصل إلى اتفاق سياسي يجب أن يكون لحكومة التوافق وأشار إلى أن الرئيس عبد الربو منصور هادي وحكومته طرف في الحرب ولا يمكن الوثوق بهم السلاح الثقيل كما نص عليه قرارة 226 يجب أن يكون بيد الدولة من هي هذه الدولة؟ نحن نقول الدولة التي نتوافق عليها من هي الأطراف التي تسلم السلاح؟ كل هذه الجماعات الموجودة الدولة التي تريدون أنتم على الأقل التي يريدها الحق إذا لم يكن منطقنا هذا هو الحق هؤلاء أصبحوا طرف نجيب أن ندرك هذا أصبح عبد الربو منصور هادي وحكومته طرف في الحرب هل هو من المنطق أن يقول أنا الحكومة تعال سلم ما بيدك إلي هل أنا سأثق فيه ثانية واحدة؟ لا يمكن إذن لا بد أن نشكل حكومة نتوافق فيها جميعا وهذه الدولة ليست دولتي أنا وليست حكومتي أنا حكومة الجميع سيد العميد أعود إليك للحديث عن هذه العبارة تحديدا تسليم السلاح الثقيل لحكومة نتوافق عليها ماذا يعني بالشق تحديدا متعلق بالسلاح الثقيل؟ منذ البداية عندما ذهبوا إلى المفاوضات كان لدى أنصار الله خلال الأربعة أشهر الماضية يعني وعود وعود سعودية وهذه الوعود لم يتم تنفيذها وعود سعودية بأن مطالب الحوثيين ستأخذ والمؤتمر الشعبي ستأخذ بعين الأتبار ولكن عندما كانوا يصلون إلى الكويت كان وفد هذي دائما يقول بموضوع تسليم السلاح تسليم السلاح بين الطرفين متصارعين يعني طرفين عم يتسارعوا عندما يسلم الحوثي والمؤتمر الشعبي السلاح لعبد ربه منصور هذي يعني هم يعترفون بشرعية عبد ربه منصور هذي وعدم شرعيتهم هم ولكن هم يمثلون شريحة واسعة من المجتمع اليمني والشعب اليمني والجيش اليمني لأن الجيش الموجود مع المؤتمر يعني الموالي للرئيس علي عبد الله صالح هو الأكبر هو الذي يمتلك العديد الأكبر والشرعي الأكبر لذلك موضوع تسليم السلاح كان هو مبين مطلب تعجيزي لعدم الوصول إلى نتائج في الحوار عندما كان يتقدم الحوار خطوة يعود هذه ويطرح مسألة تسليم السلاح التقيل والانسحاب من المدن الانسحاب لمن تسلم المدن للميليشيات التي تقاتل مع هذه لحركة الإصلاح المشاركة في الحرب وبارتكاب المجازر لذلك أي حل أي تسوية تكون بالتسوية باتفاق بين الأطراف وبتنازلات من كل الأطراف لذلك مطلب الأنصار الله بموضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية هي مطلب رئيسي عندما تشكل حكومة وحدة وطنية يسلم السلاح التقيل إلى الجيش الموحد وهذا الجيش من سيكون؟ سيكون الجيش الذي يأتمر بأوامر عبد ربه منصور هادي والجيش الذي يأتمر بأوامر علي عبد الله صالح سيتم توحيد الجيش وتسليم السلاح السقيل لهذا الجيش الموحد الذي له قيادة موحدة أما عندما يقولون تسليم السلاح إلى الشرعية معناتها عم بقولون أنتوا غير شرعيين ونحن الشرعيين إذن لشو المفاوضات لذلك عمليا هذا الكلام كان واضح أنها عادت إلى ما دون الصفر حتى الأمور من خلال هذا الكلام لذلك هم يسعدون أنا أسمع التصريح لعبد رب مصور هذه منذ يومين الحوتيين يطالبون بوقف الغارات الجوية لن نوقف الغارات الجوية قبل ردوقهم لشروطنا ولمندرجات الحوار حسب كما يفهمها هو ولمقررات مجلس الأمن كما يفهمها هو هناك حرب هذه الحرب تقتل تسويات التسويات الكل يجب أن يعترف فيه لا يمكن الاعتراف فقط بشرعية هذه وأنا الآخرون غير شرعيين سنتابع هذا الخبر وأعود إليك في موضوع أيضا له علاقة بهذا الموضوع وموضوع الترتبات أيضا ما جاء في المقابلة وترتبات مع السعودية فيما تعلق بموضوع الحدود عبد السلام قال أن السعودية لا تريد أن يكون هناك حل سياسي في اليمن من دون أن يكون لها دور فيه مشيرا إلى عدم القبول بتدخل الرياض وأضاف أن الترتبات العسكرية على الحدود لا مانع منها فضلا عن علاقات حسن الجوار نحن نعتقد أن السعودية لديها كثير من الاعتبارات السعودية لا تريد أن يكون هناك حلا سياسيا واضح المعالم دون أن يكون لها دور فيه نحن بالتأكيد نؤكد أن القضية اليمنية هي شأن يمني بلا نقاش لن نقبل أن تدخل السعودية في أي شيء من التدخلات لا فيما يخص الحكومة ولا فيما يخص الرئاسة ولا فيما يخص القضايا السياسية لكن في المقابل نحن مستعدون أن يكون قاسم ومشترك مع الجانب السعودي فيما يخص الأمن سلامة الحدود من الطرفين أن تكون هناك علاقات طيبة لحكومة نحن نكون نشارك فيها ليكون للسعودية احترام متبادل مع اليمن سيادة العميد محمد عباس ماذا يعني هذا الكلام؟ ترتبات مع السعودية على الحدود وغيرها طبعا هو تحدث أن السعودية ترفض أي حل لا يكون لها دور فيه يعني هي تريد إبقاء هيمنتها على اليمن من خلال شراء بعض القيادات وزعماء العشائر والقبائل في اليمن هي تريد استمرار هيمنتها وأن تبقى اليمن تحت أبط السعودية هذا الأمر لن يكون بعد ثورة وبعد المعاناة وبعد أن قصفت أحياء اليمن وقصفت المدارس والجسور والبنية التحتية وقتل من قتل من الشعب اليمني أطفال ونساء وشيوخ لا يمكن أن يعود الوضع إلى ما كان عليه هم يريدون يعني كلام السيد عبد السلام هم يريدون علاقات طبيعية بين دولتين شقيقتين متجاورتين يضمن فيها أمن الحدود المشتركة كيف يمكن أن تقابلوا السعودية لهذا الكلام؟ السعودية تناور من خلال عبد رب ومصور هذه دائما ترسل إشارات إيجابية نظريا ولكن ميدانيا الإشارات سلبية وكلها لأنه خلال فترة المفاوضات الطيران السعودي لم يتوقف عن الغارات والخرق الحدودي لم يتوقف بالرغم من التزام الحوثيين بالانسحاب من بعض المناطق الحدودية وبالقصف الصواريخ الباليستية على الأراضي السعودية يعني الأنصار له التزموا لفترة شهرين فيما لم تلتزم إلا جزئيا عملية الغارات الجوية دائما كانت تستأنف وبعنف أكبر وسقط العديد من المدنيين خاصة في الغارات التي حصلت الأسبوعين الماضيين واستهدفت أسواق شعبية لذلك قام أنصار الله مع الجيش واللجام بقصف على جزان وعلى عسير يعني بالأمس تم قصف جزان بصاروخ زلزال وأيضا قصف بعض مناطق تواجد القوات السعودية داخل الأراضي السعودية لذلك هم يتحدثون عن تهدئة على الحدود هذه التهدئة يجب أن يلتزم فيها الطرف السعودي يعني هو يحيد الغارات أنه نحن نلتزم على الحدود ولكن تستمر الغارات على العمق الجمني إذن قال وزير الأمن الإسرائيلية فيكدور لبرمن أن الهدوء النسبي في الشمال لا يعكس المزاج السائد لدى الأطراف المقابلة على الحدود لبرمن وفي كلمة له في الكنيسة لمناسبة مرور عشر سنوات على حرب تموز قال أن إسرائيل جاهز للرد على التهديدات مقابل أي عدو وبعد عشر سنوات على عدوان تموز 2006 اعترف رئيس الأركان في حينه دان حلوتس بأن جيشه كان صديئا وبأنه لم يتعهد للمستوى السياسي بتحقيق انتصار بالضربة القاضية على حزب الله علي فقية لمناسبة مرور عشر سنوات على عدوان تموز 2006 نظم مركز أبحاث الأمن القومي يوما دراسيا بحث في إطاره العبر المستخلصة من الحرب والتغييرات التي شهدتها الحدود مع لبنان منذ ذلك الحين وحتى اليوم المركز استضاف كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الذين كان لهم دور فاعل وأساسي في الحرب والذين يتحملون مسؤولية كبرى عن الفشل الذي حصدته ومن بينهم رئيس الأركان أثناء الحرب دان حلوتس حلوتس كغيره من المتحدثين ركز جل اهتمامه على التنصل من مسؤوليته عن الكأس المر للفشل ولسيما ما يتعلق منها بعدم كفاءة وجاهزية الجيش الإسرائيلي لمواجهة حزب الله كفاءة الجيش كانت معروفة لي ولهيئة الأركان العامة رئيس الحكومة علم وتسلم تقريرا عن أن جزءا من الجيش صدق لكن الكفاءة هي أمر نسبي واعتقدت أنها كانت كافية لحرب ضد حزب الله السجال واسع حول هوية المنتصر في الحرب في ضوء رجحان كفة هزيمة الجيش الإسرائيلي استنادا إلى تقرير لجنة فينوغراد وأراء شريحة واسعة جدا من السياسيين والخبراء والمراقبين حرب لبنان كانت ولا تزال قضية مشحونة ومشبعة بالانفعالات والمصالح موضوع النقاش العام الإعلامي يحاول نقل رسالة عدم النجاح على الرغم من الواقع في الميدان المحددات في حرب لبنان الثانية كانت واضحة عندما سألوني في جلسة الكابينت كم من الوقت ستستمر الحرب أجبت كثيرا ومن سيكون المنتصر قلت لن تكون هذه الضربة القاضية نموذج الأيام الستة لن يتكرر حلوتس أقر أنه أوصل حكومة بالقيام بهجمات بعد أسر الجنديين في الثاني عشر من تموز عام 2006 وأن التوصية جاءت بعد مشاورة هيئة الأركان العامة لتغيير السياسة والانتقال إلى رد قوي يضيح جليا لحزب الله أن قواعد اللعبة قد تغيرت وأنه أوصى بالعمل ضد حزب الله وضد دولة لبنان وأنه لا يزال يؤيد هذه التوصية حلوتس الذي يجمعون في إسرائيل على وصفه بالمغرور وأن غروره هذا لعب دورا في سوء إدارته للحرب ادعى أن الحرب على حزب الله حققت كل أهدافها لكنه لم يوضح لماذا استقال من منصبه ما دام خرج من الحرب منتصرا سيادة العميد بشكل سريع اليوم تحليل كلام لبرمن أنه اليوم الهدوء النسبي في الشمال لا يعكس الواقع وإسرائيل جاهزة للرد على أي عدو ما هو دائما هذا يعني التصريح استمرار للتصريحات الإسرائيلية للمسؤولين الآخرين نتنياه وغيره أنه دائما هم يحضرون من المخاطر التي تشكلها المقاومة في جنوب لبنان وامتلاكها لألاف الصواريخ دائما هم يثيرون هذه الزوبة من الكلام من ضمن الحملة على المقاومة وأن المقاومة ويعرضون أمام الأمم المتحدة صور لمخازن سلاح وذخائر في شأرة وغيرها طبعا صور مزورة وكاذبة ولا تمط إلى الحقيقة بالصلاة بهدف التحريض على المقاومة وأن المقاومة يعني أن هذا الهدوء هو يعني أن النار تحت الرماد وأن أي مشكلة على الحدود قد تؤدي إلى حرب هم دائما يصعدون بهذا الإطار بهدف تفعيل الحمل على المقاومة وبهدف استجرار مساعدات أمريكية أيضا إلى إسرائيل عمليا يعني هم يعرفون أن الهدوء موجود بسبب قدرة المقاومة على الردع لو كانت المقاومة غير قادرة على الردع لكان هذا الهدوء تخترقه إسرائيل يوميا وتخترق الحدود يوميا على الحال أيضا كان في كلام لناتنياهو قال فيه منذ بعض الوقت أنه سنمنع وصول الأسلحة من إيران وسوريا إلى حزب الله في موضوع آخر فيما يتعلق بكلام دانحالوتس الذي كان الرئيس الأركان في عضوان تموز قال أنه بعد عصر سنوات قال بأن الجيش كان حينها صادئا ما هذا تبرير؟ اكتشاف متأخر؟ لو انتصرت إسرائيل عام 2006 لكان الجيش هو أقوى جيش في العالم هل ممكن أن يكون الجيش صادئ؟ أليست فيها قرارات وينفذ الجيش بالنهاية؟ بالنتيجة هذا الجيش هو نفسه الذي انتصر في كافة الحروب على الدول العربية مجتمعة وعلى المقاومات التي كانت قبل المقاومة في لبنان يعني إسرائيل خاضت الحرب في تموز وهي متيقتنة من الناصر يعني بداية خاضت الحرب ولديها القناعة التامة بالانتصار ولكن أنا أضع المسئولية ليس على الجنود وعلى مستوى التدريب هذا كلام لماذا يقول أنه صادئ؟ صادئ؟ للمجتمع الإسرائيلي لتدرير هذا الأقصى؟ لا هو يقول صادئ يعني هو يعتبر أن التدريب وكفاءة الجيش والخطط الموضوعة لم تكن ناجحة ولكن ليس هذا العمر هم لا يريدون القول علنا أن العقيدة العسكرية الإسرائيلية التي أسسها مؤسس الكيان بونجوريون هي التي فشلت في مواجهة مقاومة جدية كالمقاومة اللبنانية كالمقاومة الإسلامية هذه المقاومة قرأت العدو جيدا عملت بشكل يناسب عقيدة العدو وضعت الخطط اللازمين انتصرت في حرب تموز لذلك هم يبررون ذلك طارة بمستوى التدريب وطارة بمستوى نعم شكرا لك بمستوى العمليات أو الخطط العملياتية أنها لم تكن مؤهلة لمواجهة المقاومة البحث العسكري محمد عباس شكرا لك على كل هذه المعلومات مشاهدنا وصلنا إلى ختام الميدانية ولم يبقى الا التذكير بعنوينها أكثر من 200 شهيد بغارات للتحالف الأمريكي على منبج بري في حلب تواصل اعتقال المتهمين بالانقلاف في تركيا وإقالات تطالوا ألاف موظفي التربية والاستخبارات وشؤون الدينية نحن مستعدون أن يكون قاسم مشترك مع الجانب السعودي عبد السلام للميادين تسليم السلاح الثقيل يكون لحكومة يمنية توافقية ولا نمانع ترتبات مع الرياض بخصوص الحدود وبعد عشرة أعوام على حرب تموز لبرمن يقول أن الهدوء في الشمال لا يعكس الواقع البحث العسكري محمد عباس شكرا جزيلا لك دائما على كل هذه المعلومات طبعا المزيد من الأخبار على صفحة الميادين على الانترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية اسفنال.الميادين.net شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة